بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر المرسلين اليوم نبدأ ان شاء الله شابتر 5 لكتشر 1 هنشوفي هاو تكريايت سيمبوليك فاريبل ايش هو السيمبوليك فاريبل هو المتغير الرمزي ايش معنى المتغير الرمزي انا مثلا عند المرة الماضية كنا علشان نيجي مثلا نقوله f of x equal حل المتلاب نوجينا قلنا f of x equal مثلا كده x square plus 2x plus 3 كنا نقول انه قيمة ال x هذه لازم تكون موجودة في وورك سبيس ونلازم تكون لها قيمة محددة يعني خمسة ستة سبعة ثمانية صح لكن انا هلا ما ودي ما ودي هذي بالنسبة لي مش قيمة معينة هذي دالة انا ودي اقدر استخدم لها معدين اشتقها او اعملها تكامل او اعملها نهاية او عوض بها او اي شيء المهم هذي وديها طال كده function اذا الفاريبل هذا لازم يكون سيمبوليك فاريبل كيف عرفوا انه سيمبوليك فاريبل لاحظ هنا اقول له sims x فهو يروح معرف لي في الورك سبيس انه ال x هذه ما لها قيمة محددة لاحظ لكنها سيمبوليك فاريبل هذا مما يسمح لي اني بعدين الفاريبل هذه اقدر لما احط له يقول له اعطيني قيمتها يعطيني يقول لي خلاص هذه فاريبل ايش بدك تسوي فيها سوي فيها بعدين مثلا بدك تقول انا ودي اعمل لها اشتقاق استخدم ديف اف هنا قدرت اشتق هذه الفاريبل ودي اعملها تكامل اروح اعملها تكامل اذا انا هنا محتاج سيمبوليك فاريبل متقايد الرمزي يكون موجود عندي فيه طريق ادي طرق ممكن نعملها بيه مثلا عندي طرق هذه طريقة هذه لو ودي استخدم استخدم فاريبل واحد سيم اكس لاحظوا يكون في كوتيشن مارك هذا يعرف لي سيمبوليك فاريبل اسم اكس مخزن في الورك سبيس باسم اكس لو عندي اكثر من سيمبوليك فاريبل استخدم السيمس وبدون اقواس وبدون ايشي اوكي يعرف لي اكثر من سيمبوليك فاريبل السيمس فانكشن نقول لك هنا فانكشن انابل you to combine ممكن يعني تستخدم اكثر من statement اكثر من عملية حسابية في واحدة اوكي اذا ودك تستخدم بس فاريبل واحد سيمبوليك فاريبل واحد ممكن تستخدم السيمس اكس او تستخدم السيم اللي هي هذه لو ودك تستخدم اكثر من واحد ساعتها لازم تستخدم السيمس اوكي ناخد المثال انا هلأ عندي ار ودي اعرفها وديك تعرفها ايكوال اكس سكوار بلاس واي سكوار هذه الار ممكن بعدين اشتقها كاملها اعملها نهايات اي شيء لاحظ كم فيها فاريبل فيها اكس وفيها الواي اذا لازم اعرفهم هنا كالسيمبوليك فاريبل لازم يكون متغير رمزي وبعدين سكوار تي اللي هي الجذر التربيعي هنا عندي اكس سكوار بلاس واي سكوار اما اضغط على ان ترى ايش اللي يصير يقول لي انه الار قيمتها هذه طبعا قبعة واحد على اثنين اللي هي الجذر التربيعي فيقول لك بعدين هذه موجودة يعني موجودة عندي في الوركس بيس اذا حبيت تعملها اي شيء تجيبها من الوركس بيس مباشرة باسم R لكن في السيمبوليك فاريبل كمان في عندي السيمبوليك كونستانت هذا ايش فايت نشوف هنا مثلا مثال عندي مثلا البي هذي تساوي باي صح اللي هي ثلاثة فاصل اربع عشر والأف هنا قال لي تساوي واحد على ثلاثة اللي هي الصفر فاصل ثلاثة نقول مثلا اذا مجموعهم يساوي كام يساوي ثلاثة فاصل نقوله مثلا اربعة وربعين سبعة وربعين كده لما نجي نقوله F plus P تساوي كم يعطيني نتجة هذه لا لاحظ ايش يعطيني الماثلاب هنا يقول لي تساوي باي plus واحد على ثلاثة ليش لأنه باستخدامك للسيمس هنا انت تعمل يكريايت السيمبوليك كونستانت ليش وهذا فايت ايش هي انو تاويد تاويد the floating point approximation انت هنا تتحاشي ايش التقريب لأنه هنا لما تجي تقول هذا يساوي ثلاثة فاصل سبعة وربعين كده كده فواصل انت خليت فواصل اخرى اذا فيه مجال هنا للخطأ لا هنا من اجل انك تتحاشي هذا التقريب وتاخد القيمة كما هي فانت تستخدم السيمبوليك كونستانت عن طريق السيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته